السلام عليكم طلاب جريت فور ان شاء الله هنحل مع بعض في فيديو النهاردة المراجعة اللي منزلها كتاب استباهد على شهر مارس في فيديو النهاردة يا ولاد هنحل ان شاء الله الاختبارات اللي منزلها الكتاب على يونت ناين والفيديو تاني ان شاء الله هعمل بارت تو هحل ان شاء الله مراجعة على يونت تان طيب يلا بينا اول سؤال عندنا read and complete the text هنكمل اول نص بكلمة objects objects يعني اشياء عندنا traditions تقاليد heritage تراس او مراس country دولة a country's note is an important part of its identity a country's heritage تراس الدولة بيكون جزء مهم جدا في الهوية بتاعت الدولة all countries have their own heritage كل الدول بيكون عندهم التراس الخاص بيهم and it comes from its history والتراس دولات بيجي من تاريخ الدولة and نقط وبيجي من ايه كمان وبيجي من traditions and traditions وبيجي من التقاليد بتاعت الدولة heritage includes art التراس بيشمل الفن buildings المباني and from the past كمان بيشمل objects الاشياء التي تأتي من الماضي يبقى objects number three or things like food وكمان التراس بيشمل اشياء زي الطعام music الموسيقى and dancing وكمان الرأس ثاني نص هنكمله بكلمة سنت سنت لعبة كانت بتتلعب في مصر القديمة وتشبه دلوقتي لعبة الشطرانج ميوزيوم متحف ordinary عادي او مألوف artifacts قطع أسرية او تحف سارة واز انزا سارة كانت فين with her mom and dad سارة واز انزا ميوزيوم سارة كانت في المتحف مع مامتها وباباها they were looking at وكانوا بيبصوا على Egyptian artifacts على القطع الأسرية المصرية الموجودة في المتحف there were lots of very old things وكان فيه اشياء كتير وقديمة جدا and سارة واز وسارة كانت بتعمل ايه كانت عمالة تقرأ المعلومات اللي مكتوبة على كل قطعة أسرية finally اخيرا سارة stopped سارة وقفت وقفت قدام صندوق خشب طويل it looked like an old senate game الصندوق الخشب الطويل ده كان بيشبه لعبة سنت قديمة in ancient Egypt في مصر القديمة lots of people used to play senate ناس كتير كانوا متعودين ان هما يلعبوا لعبة السنت rich people and mean الناس الاغنياء and ordinary people وكمان الناس العاديين النص التالت هنكمله بكلمة bara chart رسم بياني design يصمم exhibition معرض الage silent show يعرض او يبين adam is learning about international museum day ادم بيتعلم عن يوم المتحف العالمي for his school project عشان المشروع المدرسي بتاعه he has to design هو لازم ان هو يصمم a new museum متحف جديد and say what is in it ولازم يقول ايه اللي جواه then he has to show وبعد كده هو لازم يظهر which is the most popular exhibition لازم بعد كده يظهر او يوضح اكتر معرض مشهور he decides to do this using a bara chart وهو قرر ان هو يعمل المشروع بتاعه ان هو يعمل المتحف بتاعه باستخدام الرسم البياني عندنا بعد كده رابع نص هنكمله بكلمة heritage تراس او مراس monuments اثار archaeologists علماء الاثار civilizations حضارات lots of people visit Egypt every year ناس كتير بيزوروا مصر كل عام because of the amazing archaeological sites عشان المواقع الاثرية المزهلة طبعا اللي بتكون موجودة في مصر نقاط have found lots of amazing artifacts من يولاد اللي بيلاؤوا قطع اثرية مزهلة طبعا الاركيولوجيست السولماء الاثار tourists want to see the large نقاط السياح بيكونوا عاوزين يشوفوا ايه الكبيرة او الضخمة the large monuments بيكونوا عاوزين يشوفوا الاثار الضخمة وكمان بيكونوا عاوزين يشوفوا pyramids الاهرامات and temples والمعابد it's incredible to think the ancient Egyptians were building these amazing structures بتكون حاجة مزهلة ان احنا نفكر ان المصريين القدماء بنوا التشييدات او المباني المزهلة دي over four thousand years ago منذ اكثر من اربعة الاف سنة والنقاط in other countries were much simpler في نفس الوقت ده الحضارات التانية كانت اكثر بساطة يعني ايه حضارات يعني civilization عندنا بعد كده النص الخامس عبارة عن الديالوج هنكمله بايه كلمة season موسم او فصل fertile خزبة heritage تراس او مراس نايل نهر النيل عندنا الديالوج بين عمر وبين علي عمر بيسأل وعلي بيرد علي hi ali what are you doing انت بتعمل ايه hi عمر i am reading a book about agriculture in ancient Egypt انا بقر اكتاب عن الزراعة في مصر القديمة great i know that agriculture is an important part of Egypt انا عارف ان الزراعة بتكون جزء مهم في ايه ايجيبت heritage في تراس مصر قالوا sure بالطبع the ancient Egyptians were able to farm the land because of the river ايه طبعا عشان the river nile عشان نهر النيل المصريين القدماء كانوا بيقدروا انهم يزرعوا الارض بسبب وجود مين بسبب وجود نهر النيل عمر لسه بيسأل قالوا how did the farmers use the nile in agriculture ازاي المصريين القدماء كانوا بيستخدموا النيل في الزراعة the nile used to flood every year نهر النيل اعتاد ان يفيد كل عام making the soil more ايه ونهر النيل لما كان بيفيد كان بيخلي التربة اكثر ايه fertile more fertile كان بيخليها خصبة اكثر this is why ancient Egyptians could farm the land وبالطريقة دي المصريين القدماء كانوا بيقدروا ان هم يزرعوا الارض عندنا بعد كده test 6 هنكملو كلمة games العاب project مشروع play يلعب design يصمم عندنا برضو النص هنا عبارة عن dialog بين mom بين الام وبين ادم what are you doing ادم انت بتعمل اي ادم قال لها i'm doing my school project انا بعمل المشروع المدرسي بتاعي يا ماما what do you have to do ايه اللي انت لازم تعمله ايه المطلوب منك يعني ان انت تعمله في المشروع i have to نقط a new museum and say what is in it انا مطلوب مني يا ماما i have to design انا لازم اصمم متحف جديد ولازم اقول ايه اللي جوه المتحف مامتو سألته وقالتله what are you doing to put in your museum طيب ايه الحاجات اللي انت المفروض تحطها في المتحف بتاعك قال لها may be a room about art ربما هعمل او هضع في المتحف بتاعي غرفة عن الفن or ايه او غرفة عن ايه يا ولاد or games او غرفة عن الالعاب can you help me to plan it ممكن تساعديني في التخطيط للمشروع بتاعي مامتو قالت له sure بالتأكيد let's get your paper خلينا نجيب الورق بتاعك colored bins and a ruler وكمان نجيب المسطرة النص السابع هنكمله ب lime stone حجر جيري gold ذهب old عمر statue تمثال عندنا النص حبار عن dialogue بين tourist السائح وبين tour guide وبين المرشد السياحي التورست بيسأل tour guide بيقوله could you tell me the name of this statue please ممكن لو سمحت تقولي التمثال ده اسمه ايه tour guide قاله sure بالتأكيد it's the note of amenhotom the third it's the statue of amenhotom the third ده بيكون تمثال الملك amenhotom السالس his wife وزوجته طاي and there three daughters وبنات السلاس فالتورست سأل سؤال ثاني قاله how not is it ما فيش أولاد غير how old طيب عمره قد ايه التمثال ده عمره قد ايه التور guide قاله it's about three thousand four hundred years old عنده حوالي ثلاث تلاف ربو ميت سنة فالتورست سأل سؤال ثاني what is it made of طيب هو مصنوع من ايه التور guide قاله it's made of limestone مصنوع من الحجر الجيري قاله طيب where is it from هو من اين it's from لقصر هو بيكون من حافظة لقصر عندنا بعد كده أسئلة تتشوز number one farmers growing grew grows different crops in ancient اي حاجة لها علاقة ب ancient اي يبقى الجملة هتكون في زمن الماض البسيط في الفعل هنا اللي في زمن الماض البسيط grew farmers grew الفلاحين زارعوا number two they enjoy are enjoying enjoyed the party yesterday yesterday كل ما دالة على زمن past simple الماض البسيط عندنا هنا الفعل enjoy التصريف التاني منه enjoyed الماض البسيط منه enjoyed they enjoyed هم استمتعوا number three we are learning learned learn lots of useful things last week last كلمة من الكلمات الدلة على زمن past simple الماض البسيط عندنا الفعل learn التصريف التاني منه learned we learned احنا تعلمنا number four my uncle came come comes to our house at five we were happy وإحنا كنا مبسوطين الجملة التانية في زمن الماضي يبقى الأولى هتكون زيها عندنا هنا الفعل come التصريف التاني منه came my uncle came عم يأتى to our house إلى منزلنا at five في الخامسة الساعة خمسة يعني وإحنا كنا مبسوطين and I أصدقائي وأنا played play or playing a board game last night عندنا last يبقى الجملة هنا هتكون بزمن الماضي البسيط عندنا play التصريف الأول التصريف التاني played my friends and I played أصحابي وأنا لعبنا number six she doesn't isn't didn't want to go to the park last one day عندنا last كلمة دالة على زمن الماضي البسيط مين هنا يا أولاد الفعل المساعد اللي احنا بنستخدمه في زمن الماضي البسيط وبييجي بعده الانفين ما فيش غر مين did والنفي من did didn't يبقى مين يا أولاد الإجابة الصح didn't number seven what did your sister do does did yesterday عندنا yesterday مع did يا أولاد بجيب الفعل فين نجيب الفعل في الانفين من المصدر هنا اسمه verb to do يبقى المصدر عندنا do وحد يطلخبط ويختار did طالما عندنا did فعل مساعد يبقى لازم نجيب الانفين number eight he didn't طالما عندنا didn't على طول مباشرة كده نعرف ان احنا لازم نختار الانفين من المصدر went going go طبعا المصدر go number nine are did does study math yesterday yesterday كلمة دلة على زمن past simple الماضي البسيط من الفعل المساعد اللي احنا بنجيبه في اول السؤال في زمن الماضي البسيط والفعل معاه بيكون في الانفين نفيش غير did number ten did she help helped her mom last saturday طالما عندنا did يبقى لازم نجيب الفعل فين يا ولاد في الانفين من المصدر help number eleven i didn't وبرضو didn't did او نفيها didn't بيجي بعدهم الفعل فين في الانفين هنختار see so ولا sees الانفين see number twelve they is was where playing a game ضمير الفاعل زي بيروح مع مين من verb to be بيروح مع is was ولا where مش بيحب الاس خالص يبقى هيروح مع where number thirteen i was where are carrying a heavy a heavy books دمير الفاعل i بيروح مع was ولا where ولا are من verb to be هيروح مع مين يا ولا مش بيحب where ولا r i في بيبقى crazy خالص بيقول انا هروح مع was اللي فيها s في verb to be في الماضي بيروح مع was اللي فيها s هو مزاجه كده قالك انا حابب ان انا اجرب الفاعل اللي في s هروح مع was number 14 she are was where looking after her cat نعمل الفاعل she بيروح مع مين من verb to be بيحب the s طيب مفيش is هنا بس في was يبقى هيروح مع number 15 what is was where you doing at 10 عندنا you بيروح مع من من verb to be مش بيحب the s خالص زي they هيروح مع where number 16 we was where is walking along the river last evening عندنا last كلمة دلة على past على الماضي يبقى هنستبعد is تبقى عندنا was و where we بيحب the s no زي they وزي من كمان يا ولاد وزي you مش بيحب the s خالص هيروح مع where number 17 was where are helping his dad washed the car هنبص على علي علي ده اسم مفرد الاسم المفرد في verb to be لإما بيروح مع was في الماضي أو is من اللي موجود هنا عندنا منهم was بيحب ال s number 18 ياسمين was visit visited visiting the museum yesterday عندنا yesterday كلمة دلة على زمن past طيب كما يكون عندنا was aware تنضيف للفعل ايه يا حلوين تنضيف للفعل ing ده زمن past continuous ماضي مستمر number 19 they were طيب where أنا لسه أقيل لكم بعد was aware تنضيف للفعل ing يبقى الاختيار الصح wearing number 20 the archaeologists dig dug where digging when they found and all the books نأخذنا قاعدة when بيجي بعدها جملة في زمن past simple في زمن الماضي البسيط وقبلها الجملة اللي قبلها بتكون في زمن past continuous الماضي المستمر ماضي مستمر يعني was aware plus الverb plus ing يبقى الاختيار الصح where digging عندنا number 21 i studied was studying am studying in the library when i saw first نقولنا قاعدة وين بيجي بعدها ماضي بسيط وقبلها ماضي مستمر فين الماضي مستمر was studying number 22 مصطفى wasn't hasn't didn't play football yesterday عندنا هنا yesterday كلمة دلة على زمن الماضي وعندنا play فعلي في infinitive was finding where finding my lost fin i was very happy عندنا الجملة التانية ماضي يبقى هنكمل ماضي فين الماضي هنا ماضي بسيط خلي بالكم مش ماضي مستمر عشان ما يتحكش عليكم طالما مفيش وين هنا مفيش كلمة دلة على زمن الماضي المستمر يبقى هنمشي ماضي بسيط عشان الجملة التانية في زمن الماضي البسيط فين الماضي البسيط هنا found 24 are stopping where stopping stopped to walk to my neighbor عمر هنمشي مع بعض واحدة واحدة عشان مفيش اي حاجة بتدل على اي زمن هنعمل ايه اول حاجة هنستبعد where stopping ليه عشان i في verb to be في best بيروح مع was مش مع where تمام استبعدنا خلاص استبعدنا where تبقى عندنا stopping وانا ينفع ضيف للفعل ing من غير ما يكون قابله was or or او is or لأ طبعا يبقى تبقى عندنا مين stopped انا وقفت عمر عشان اتكلم مع i stopped to talk انا وقفت انا اللي وقفت مش عمر اللي وقف انا اللي وقفت عشان اتكلم مع جار عمر number twenty five we take was taking we're taking a photo off the bird when it flew away عندنا قاعدة وين بعدها ماضي بسيط يبقى هيكون قبلها ماضي مستمر we بتروح مع وز ولا where طبعا مع where يبقى الاختيار الصح where taking number twenty six ancient Egyptians اي حاجة لها علاقة بالancient Egyptians او بانشنت ايجبت او بمصر القديمة يبقى هنمشي ماضي على طول يبقى الاختيار الصح يا ولادي used number twenty seven in ancient ايجبت نفس الكلام برضو people where are wearing war war يا مس عشان عندنا ancient ايجبت مصر القديمة number twenty eight queen نيفرتاري مالهق الملكة نيفرتاري دي ملكة كانت ايام مصر القديمة sometimes احيانا played plays is playing انا بقول لكم كانت ملكة زمان ايام مصر القديمة ايام ancient ايجبت يبقى هنختار مين played هنمشي ماضي twenty nine archeologist علماء الاثار finds found find fear kofuz solar boat in geiza هنا يا ولاد هنمشي past هنمشي ماضي اوزي يقول لنا ان علماء الاثار وجدوا القارب الشمسي بتاع الملك خوفه فين في الجيزة عندنا الفعل find ال past منه او التصريف التاني منه found thirty the ancient ايجيبشنز المصريين القدماء where buried 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 من غير ما نكمل طالما قال لنا the ancient ايجيبشنز او قال لنا ancient ايجيبت يبقى هنمشي ايه هنمشي ماضي بسيط عندنا الفعل buried ده التصريف الاول التصريف التاني منه buried number thirty one in the past في الماضي the nile river نهر النيل طالما قال لنا برضو in the past كلمة دلة على زمن الماضي بسيط هنمشي ماضي يا ترى هنختار floods was flooded flooded طبعا flooded عندنا infinitive flood التصريف التاني منه flooded ده فعل regular منتظم بيسمع الكلام thirty two the ancient ايجيبشنز make or making made طالما عندنا ancient ايجيبشنز انتو عارفين لازم زمن الجملة يكون ماضي بسيط عندنا infinitive make التصريف التاني منه made number 33 when the teacher stopped us عندنا هنا وين وبعدها الجملة اللي بعدها ماضي بسيط يبقى الجملة التانية هتكون past continuous ماضي مستمر we are writing wrote we're writing الماضي المستمر هنا ما عندنا شغل we're writing number 34 what did he طالما عندنا did يبقى لازم نختار infinitive طالما هنختار do does ولا did infinitive mean do اسمه verb to do number 35 she didn't طالما عندنا didn't يا ولاد انا قلت لازم برضو نختار infinitive did او didn't لازم infinitive على طول طبعا طبعا عندنا بعد كده طالما عندنا was aware او 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 يبقى لازم نضيف للفعل ing هنا زمن ايه زمن ايه past continuous يبقى الاختيار الصح riding number 37 did he طالما عندنا did ياولاد يبقى لازم نختار infinitive هنختار buy buys ولا both infinitive buy يشتري 38 we was walking where walking walk down the street when we met our friends عندنا وين يبقى الجملة اللي بعدها ماضي بسيط طيب واللي قبلها ماضي مستمر طيب عندنا هنا was walking where walking هما الاتنين ماضي مستمر هنشوف الفاعل ضمير الفاعل وين بيروح مع was ولا where طبعا بيروح مع where يبقى الاختيار الصح where walking number 39 tamer was where am walking to school الاسم المفرد في verb to be بيروح مع مين يا أولاد المفروض في المضارع بيروح مع is وفي الماضي بيروح مع مين مع was من اللي موجودة فيهم هنا was tamer was walking to school number 40 did مريم طالما عندنا did يبقى على طول الانفناتب watch watching الانفناتب watch الانفناتب يعني الفعل في المصدر من غير أي إضافات 41 what are was where you doing at to yesterday at to yesterday من الكلمات الدلة على زمن past continuous طيب past continuous يعني was aware plus الverb plus ing عندنا هنا الverb اللي مضاف له ing عندنا doing يبقى ناقص ايه من تكوين الزمن ناقص was aware هنختار was aware على حسب الفاعل ضمير الفاعل you بيروح مع was ولا بيروح مع where طبعا بيروح مع where مش بيحب الاس خالص number 42 she are was where making her bid خلينا كده متفقين ان she وهي و it والاس المفرد بيحبوا بعدهم الفاعل اللي في is she اولاد في verb to be بتروح لامة مع is او was مين اللي موجود هنا فيهم was she was making her bid هي كانت بترتب السرير بتاعها number 43 i am where was eating a chocolate cake last night عندنا last كلمة دلة على زمن past i في verb to be في زمن الماضي البسيط بيروح مع مين مع was ولا where طبعا بيروح مع was هد يقول يا miss i بيروح مع am ماشي صح بس الكلام ده في زمن المدارع في زمن present مش في زمن past عندنا هنا last كلمة دلة على الماضي 44 they is was where watching tv an hour ago اجوم للكلمات الدلة على زمن الماضي ضمير الفاعل زي بيروح مع مين في verb to be في الماضي مع was ولا where مش بيحب الاس خالص يبقى هيروح مع where number 45 the archaeologists Doug was digging where digging when they found an old books عندنا when الجملة اللي بعدها ماضي بسيط يبقى الجملة التانية ياولاد هتكون في هتكون في زمن البast continuous عندنا was digging where digging عندنا هنا الفاعل اسم جم the archaeologist علماء الاثار اسم جم الاسم الجمع طبعا ياولاد بيروح مع where مش بيحب الاس خالص number 46 i had was having were having dinner when that came back home نفس القعدة عندنا وين هي وبعدها ماضي بسيط يبقى الجملة اللي قبلها هتكون باست continuous ماضي مستمر ضمير الفاعل i ياولاد هيروح مع واز ولا هيروح مع where بيحب الاس هو في verb to be في past قال انا بحب الاس انا هروح مع واز اللي فيها اس ارجع تاني واقول ان ضمير الفاعل i crazy مجنون ضمير مجنون انا بحب اسميه كده عندنا بعد كده ياولاد question number 9 سؤال الترتيب في سؤال الترتيب انا هكتب بالارقام عشان وقت الفيديو مايكونش طويل عليكم بس انتم ياولاد في الامتحان اكتبوا من غير ارقام اكتبوا الكلمات مش الارقام ماشي عشان الارقام بتلخبط يعني انا مثلا هنا ممكن اتلخبط عادي جدا ربنا يستق يلا بينا number one heritage ايجبت i'm in interested very i'm very interested in انا بكون مهتم جدا مهتم جدا بايه ايجبت heritage بتراث مصر number two do farmers what in grow ايجبت what ادا تستفهام do فعل مساعد farmers فاعل grow فعل في الانفينياتيب in Egypt تكملة الجملة الاستفاهمية what do farmers grow in Egypt الفلاحين بيزرعوا ايه في مصر number three like I museums visiting my parents with I like بعد الفاعل هنجيب فعل انا بحب بحب ايه بعد like بنجيب الverb المضاف له I like visiting انا بحب زيارة museums المتاحف with مع مع مين with my parents مع ابائي مع بابا وماما number four of writing a system developed ancient Egyptians ancient Egyptians المصريين القدماء عملوا ايه developed طوروا a system of writing طوروا نظام للكتاب number five is in this statue the largest Egypt this is هذا بيكون this is the largest statue ده بيكون التمثال الاكبر فين in Egypt في مصر ده بيكون اكبر تمثال في مصر number six to the Nile where connected seasons the farming فاكرين الفصول الفصول اللي كانوا عند المصريين القدماء the farming seasons فصول الزراعة ما لهم where connected كانوا متصلين او مرتبطين بمين to connected where connected to كانوا مرتبطين او متصلين بمين the Nile بنهر النيل number seven beautiful the books pictures had on the side the books هنا the books subject هندور على الverb had كان فيه كان فيه ايه beautiful pictures صور جميلة فين on the side على الجانب عندنا بعد كده number eight was the museum sara in dad with hair sara مالها was كانت كانت فين was in the museum كانت في المتحف مع مين with hair dad مع باباها number nine old the mask how is how old is كم يكون عمر عمر مين the the mask القناع number ten looks like it synod game an old it ضمير فاعل هندور على الفعل it looks like إنها تجبه بتجبه ايه an old synod game بتجبه لعبة السنت القديمة عندنا بعد كده number eleven is oldest board synod game the world synod is لعبة السنت بتكون the world oldest oldest board game بتكون اغدم لعبة لوحية في العالم مين دي لعبة السنت عندنا بعد كده number twelve the pyramids and giza and giza and are the sphinx the pyramids الاهرامات ومين كمان and the sphinx وابو الهول مالهم are بيكونوا بيكونوا ايه او بيكونوا فين بيكونوا in giza بيكونوا موجودين في محافظة ال giza عندنا بعد كده number thirteen to do touristes how luxor travel how ادا تستفهام do فعل مساعد touristes فعل travel فعل في الانفناتف عشان عندنا do how do touristes travel to ازاي السياح بيسافروا الى الى ايه to luxor بيسافروا الى محافظة الاقصر number fourteen is the biggest sites one of in egypt saqqara saqqara منطقة saqqara ملها is بتكون one of واحدة من the biggest sites واحدة من اكبر الاماكن الاسرية فين in egypt في مصر number fifteen cruise from many tourists visit luxor an air river many tourists سورياح كتير visit luxor بيزوروا محافظة الاقصر from من خلال من خلال ايه an air river cruise من خلال رحلة نيلية عندنا بعد كده question number sixteen engravings you can see where where هتتستفهام can فعل ناقص you فاعل see فعل في الانفينتف عشان طبعا عندنا can where can you see engravings اين تستطيع ان ترى النقوش number seventeen visit what like would to you what would you like عاوزكم كده تقولوا معايا التعبير ده what would you like what would you like ماذا تود او ماذا تحب اذا تستفهام فعل ناقص فاعل فعل what would you like ولازم ييجي بعد to الانفينتف okay what would you like to visit ماذا تود ان تزور number eighteen doing adam was project school his adam was doing adam كان بيعمل عندنا هنا أولاد الجملة في زمن past continuous الماضي المستمر عندنا هنا was والverb المضاف له ing adam was doing adam كان بيعمل his school project كان بيعمل مشروع المدرسة بتاعه number nineteen you have do to do what what ادا تستفهام do فعل مساعد you you have فعل في الانفين عندنا قعدة مهمة جدا اسمها have to يجب and وبييجي بعد have to يا ولاد الفرب في الانفين what do you have to do ايه اللي انت لازم تعمله number twenty in your museum put you are what going to what تستفهام are فعل المساعد you فاعل طالما عندنا are هنا وفي verb مضاف له ing يبقى لازم نجيبه لقاعدة going to what are you going to going to يا ولاد بيجي بعدها الverb في put in your museum نقرأ الجملة تاني نقرأ الجملة الاستفهمية تاني what are you going to put in your museum ايه الحاجات اللي انت هتحطها في المتحف بتاعك ماذا سوف تضع في المتحف بتاعك number 21 exhibition most had which visitors that which exhibition اي معرض had the most the most ايه the most visitors اي معرض بيكون في الزوار الاكثر 22 is of what made it what is it made of بيكون مصنوع من ايه من ماذا صنع number 23 oldest is which the artifact which artifact اي قطع اثرية is بتكون the oldest بتكون الاقدم 24 is where from statue the where is the statue from التمثال ده بيكون منين وبكده يا ولاد نكون خلصنا مع بعض حل ملف استباهد اللي منزله على unit 9 في connect plus لو الفيديو عجبكم ما تنسوش like و share استنوني ان شاء الله باذن الله هنزل لكم part 2 بحبكو قوي سايب لكم link الجروب بتاعي بتاع الواتس في description اشوفكم على خير